ايباد كامل سوف تغذى فيها مثلا من كيبورد مع تركبات انا بس اعلمكم ان هذا الجهاز المناسب لحق اكثر الناس دعونا نبدأ السلام عليكم هلي فيكم في فيديو جديد الى الان استخدامي للجهاز الايباد 8 generation افضل ايباد بالنسبة لي في الاستهدام انا كطالب جامعة كشخص اكتب واستخدم القلم في اي وقت اكتب نوتات اكتب اللكتر يفتحه مثلا في الانترنت المدرس وانا اكتب وراه احمل اللكتر احمل pdf بنتي تلعب كتير فيه برضو في جهاز داني برضو عندي ببجي بشكل ببجي بالالترا على ال 4k بشغال نفس الايباد الموجود عندنا 2018 و 2020 ببجي خلاص ببجي تلعب ببجي ممتاز ما في اي شيء بشكل لك على البرو بس هذا المكسيم اشتبي اكثر خلاص هذا ممتاز اعطيته علي اخوي كما لمسكتها احسب حسابك ان الجهاز اللي تستخدمه 330 دولار شقل وقال رفع ال RESOLUTION رفعنا ال RESOLUTION وكل شيء على جهاز القيمة تشتري جهاز ب1000 دولار لكي تلعب ببجي انت مدرس مثلا تفتح تيمز وحط ليباد في stand او اشتر لك غلاف له حطه تشقل المايك سيكون اصفة عندك لابتوب ويندوز او او اكس بي او سفن تشقل والطلاب لا يسمعونك عدل لان المراوح مشتقله شقال لا يوجد مراوح لا يوجد شيء تشقل عليه تيمز توقع عندما ما يحس انه شقاله ها شقلت شيء انت؟ ما يدري تيمز شقاله لا يوجد مراوح والصوت نقي وصافي ليش لنا لا يوجد زعاج من الجهاز لا يطلع زعاج ومن نفس اللابتوب مثلا اللابتوبات الموجودة تشقل تيمز وتشوف الحرارة تخلص من تيمز تشرح تكتب شيء انت تصور فيديو تستعد لحق الدرس الجاي لحق بكرة تجاهز بكل شيء وتفتح تيمز تحط عندك شقال تطول الكاميرا ممتاز لحق مدرس ممتاز لحق طالب ممتاز لحق شخصية يصور تصور وبركي في السبوع في الشهر مرة في الشهرين مرة في الشهرين مرة في حياتك تسأل فوركي تراه شقاله ممتاز لكن تتحطي فوركي كثير والدقيقة والدقيقتين لكن تتحطي كل دقيقتين تآخر تعدل صوره خفيف ممتاز بروفيشنال في الصور و بروفيشنال في الإخراج و الفيديوهات سأقل البرو ألعاب هذا الجهاز كل شيء هنا تبيل فتحة USB-C تبيل تحط دانجل تبيل تحط أشياء سأقل البرو لكن كنهاية كأوبرول أو الإير مثلا تروح نهاية كأوبرول هذا الجهاز الذي كان يكون عند أطفالنا الموجودين في دول الخليج هذا الجهاز الذي سيكون عند أطفالنا أعيالنا مثلا من ابتداء إلى متوسط إلى دخول الثانوي المدارس التي تحتاج ليس أن تخصصت في الجامعة و يجب عليك برامج تنزلوا في الكمبيوتر لا مدارس كلها هذه هذا الجهاز شغال لا يوجد أي شيء فبالنسبة لي هذا أفضل تابلت لهذا السنة الأصل لو أن العالم الذين يعرفون التغنية و يشترون الشيء الذي يحتاجونه سيكون هذا الجهاز الأعلى لديه ليس الإير ولا البرو إذا كنت تشتري الشيء لحقي احتياجك هذا الجهاز أعطي شخص لا يقول لك أنه ليس جميل و لا أعطيه بطيء قل له فتحة يا الله أشوفوا اللي قطع الرام ثلاثة افتح برنامجين مع بعض و افتح برضو الباب لحق برامج ثاني افتح سبع برامج هنا و افتح هنا و تصفح ما رح يقطع ألعب افتح سوو خراج افحط فركيوت و حرك ما رح يقطع جربته ممتاز ألعب باب جي و ارفع الرزلوش العالي ما يقطع طيب لابته بس هذا اللي تبي انتبي للشياء كلها موجدا دعم و راح يتم عندك اربع سنوات الى خمس سنوات الى الى ما تتخرج ست ست سنوات تتخرج لا تتوقع ان لو تأخر السوفتوير واحد يروح يكون بطيء عندك الجهاز لا شغال ممتاز اوكي على النهاية لكني ش بتتوين دراسة تكتب تصفح بتشاهد افلام بتتكلم اشخاص في السايم هذا الجهاز ف بالنسبة لي انا بنتي ادخلت الى المدرسة فهذا الجهاز لديها جهاز ثاني شاري لها لكن نفس النسخة هذه لاشخاص اللي عندي في سناب شات شوفو تقريبا شريت واحد و سويت لها روفيول لكم و بدت اتبع واحد ثاني و عندها لازم تفتحها هي من نفسها شريت لها جهاز ثاني في سناب شات تصورتها 309 دولار لحق طالب ممتاز زي الحلاوة ما في اي شي تستخدمها في الدراسة القلم عندك تكتف كل شي روفيول القلم هذا موجود في القناة ف اذا انا تغني و شريت لحق بنتي هذا لماذا لاني يعرف احتياجها اعرف الاشياء اللي تبقيها لماذا اشتري لها اير وهي ما راح تاخذ ميزات ال اير اللي موجودة وبعد اربع سنوات خمس سنوات وبعد ست او سبع سنوات خلاص ودع الجهاز اخترب الجهاز مصير بطي بعد السنوات دي كلها وهي ما ستبدي من الميزات اللي موجودة فيه لماذا اشتري لها و شالي تبقيها تبقي العاب مدارس العاب استخدام خفيف العاب تدريس A و B C D جهاز شغال مايكات كويسة فيستايم شغال المدرسة بتفتحهم اونلاين شغال وتجلس وتسمع المدرسة و اصفة من الكيميترات بعضهم اصفة من كيميتر المدرسة اللي تفتح عندها و مدرسة مراه و مدنية و هذا الجهاز شغال ما فيه اي شيء وتستخدمه وتخلص لسكول حقها بعد ثلاث ساعات وتجلس وتذاكر فيه وتلعب فيه يجي في الليل بحطه في الشاهن لابتوب يمكن في نفس الفيديو لحق المدرسة اللي تفتح في الشاهن توقع فهمتوا كل شيء توقع فهمتوا ليش ذا الجهاز انا بالنسبة لي اختياري الاصل انه يكون اقوى مبيع او اكثر مبيع ايباد في العالم لحق هذه السنة لكن ما راح يكون لان الاشخاص يبون الشكل و يبون قيمة جهاز اعلى بس قيمة اقلة بس تابي بروفوشنال عندك الايباد برو مئة وعشرين هيرتز عندك الاشياء القوية هناك تابي لا الشكل بس اوكي الايباد اير شوية دخلت في ابل لكن تابي استخدام صحيح تابي تحط القيمة الشياء في مكانه ماذا الجهاز عندك طفل عندك طفلين تشتري لهم جهازين من هذي افضل من انك تشتري لهم ايباد ايرفول اللي بينزل اتوقع فهمتوا كل شيء مادري الحسيني طوالته صح الاحجام هذا اللي شوي خيبة لكن 32 جيجا ما اناس حتى تستخدم 32 جيجا مئة مريشة قيجا ممتاز في الاستخدام وكل شيء ويكفيك يعني بيحطون العاب بيحطون ببجي تشتغل ترى ممتازة والله يخلصون العاب يشغل لهم ببجي وكل شيء هذا يخلصون العاب يخلصون الدراسة ففي نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك بالغناة واشتراك في حسابي في ستاب شات تشرفي ضبطكم وعمل لك المقطع ونشر المقطع وفي تعليقاتكم تحت تهمني ولا تنسوني مطل دعاكم السلام عليكم اشتركوا في القناة